الحمد لله الإمام الشافعي الإمام المبارك وهو سيدي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله رحمة الأبرار هذا الإمام المبارك الذي جاب الدنيا وله من الألقاب الكثير والكثير فمنهم من لقبه أنه هو ناصر الدين ومنهم من لقبه فقيه الملة ومنهم من لقنه بأنه المحدث والحافظ والعلامة في عصره حجة الله في زمانه على أهل زمانه هذا الإمام المبارك الذي ولد في غزة الخير غزة هاشم التي هي بلدة أجداد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنها انتقل من بلد إلى بلد فذهب إلى مكة المكرمة وذهب إلى العراق إلى بغداد مرتان وذهب إلى اليمن السعيد طلبا للعلم والمعرفة فهو رحالة وهو فقيه وهو محدث وهو علامة له كتابه الأم وله كتابه الرسالة كتاب الرسالة الذي ألفه في بغداد في رحلته الأولى ثم عندما ذهب إلى مصر وأقام في مصر أعاد كتابة هذا الكتاب فظن الناس أن للإمام الشافعي مذهبان في الفقه أن المذهب الأول والمذهب الثاني أو المذهب القديم والمذهب الحديث إلا أنه كتب كتابه الرسالة في بغداد ثم عندما أقام في القاهرة أعاد كتابته أو هذبه من جديد وكانت له رؤى ثانية في هذه الأراء الفقهية وهو يعتبر من ثالث الأئمة من الأربع الأعلام وهو الإمام الأول الإمام الحجة الإمام الأعظم سيد أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتلميذه الإمام المبارك إمامنا في المغرب الكبير سيدنا الإمام مالك بن أنس وتلميذ مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمامنا المبارك سيد محمد بن إدريس الشافعي وتلميذ الشافعي الإمام أحمد بن حنبل تلميذه الإمام أحمد بن حنبل هو الذي قال عن شيخه الشافعي الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن هذا الإمام المبارك أولد في غزة وتوفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى في مصر وله قبة ومزار يعرفه كل عشاقه وأحبابه المنتمين لمذهبه أينما حلوا وأينما وجدوا في القاهرة العامرة في مصر القديمة في بلاد الفسطاط يزار في كل عام ويتعلم في جدران بيته ومسجده وضريحه العامر بالكتب والمعارف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعهم فينا وأن يجمعنا بهم في خير ولطف وعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه وارضوان ربي وصلاته وسلامه على سيدنا الإمام الشافعي الذي خص بهذه الصلاة وكانت هي سبب نجاته في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة التي قال فيها اللهم صلي أفضل صلاة عدد مخلوقاتك على سيدنا محمد كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين